اليوم تمر يمر سنة كاملة سنة كاملة على اعتقال مجموعة من الرجال تقدرنا في حدود 18 رجلا وهؤلاء الرجال خلين نسميهم لكم محمد شهيد علي بن حجر محفوظ رحماني بدر الدين قرفة يوسف بوبراس نصر الدين تركمان مرزوق خنشالي مبروك سعدي أحمد الزاوي بن يمينة حشماوي مكي سي باللحول شمس الدين بالرحال قدور بوتشيش كمال كانون حمزي مولود بن عيسى محمد بالقاسم خنشا هؤلاء كم عددهم عندي هنا يبدو عندي صورة يبدون فيها أن العدد في حدود 16 أو 17 من هؤلاء هؤلاء اللي يعرفوا باسم إطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ لماذا سجنوا قبل سنة وبدون محاكمة رماهم قبل سنة وتقريبا كلهم جاوزوا 60 سنة وبعضهم رافي 70 أو جاوز 70 سنة وربما فقط 2 أو لقل من 60 سنة 2 أو 3 لماذا هؤلاء الرجال رموا في السجون كثيرين منهم تعرفوا سنة 60 سنة أصلا تبدو الإنسان عنده الأمراض فمن بالك هؤلاء وما تعرضوا له من أهوال في التسعينات لماذا رموا في السجون لماذا قرر راشنغري حان يرميهم في السجن وبدون محاكمة وما فيش ما فيه لمضاهرة لا احتجال لا شيء عليهم لا شيء والله لو كان كانوا قطة لو كان خرجوا بعض الناس يحتجون كيف ترمونها القطة في السجن ولا بلا تهمة مباشرة هاي تهمتهم هاي تهمتهم يعبر عليها هذا الشيخ الشيخ فاضل علي بن حجر طبعا بعض الناس يشيطنوه وإن كان هذا أنا أعتبر من أعقل من وجداء في العمل المسلح في التسعينات والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيان إن المتأمن في واقع الجزائر الاجتماعي والسياسي يلحظ من غير عناء عمق المأساة التي تعيشها الجزائر من خلال ما يلي أولا الإنقساب الحاد الذي تعيشه بفعل السياسات الخاطئة والأنانية المدمرة والجشع اللامحدود في صفوف النخبة الحاكمة ثانيا الفقر المدقع الذي مس الجزائريين في جيوبهم ومظاهره التي لم تأتخفى على أحد ثالثا اليأس الذي تسيس وحمل شبابنا وأدمغتنا على مغادرة البلاد من غير رجعة عن طريق الحرقة والهجرة الجماعية رابعا الأزمة السياسية الخانقة والتضييق على الحريات واللاستقرار الذي يضرب مؤسساتنا ويفتح الباب لتقوير الحياة الدستورية والدخول في متاهات الفوضى وإذا كانت هذه المآزق التي بدأت تتجذل في واقعنا الاجتماعي تضعي كان خطاب كتبوه ثم قرأه علي بن حجر يعني هو وشنه هو عمل عمل جاغنوستيك كما يقال عمل توصيف للأحداث وقالهم رايه الوضع سيء جدا والناس رايه تجوع والفقر رايه يمتد والناس رايه تهرب في الحرقة تموت والأوضاع سيئة وطبقة الحاكمة رايه تزداد غنى وجشع فلازم حل وإلا البلاد رايه راح تنهار والأوضاع راح تكون يعني ناس نصحوهم يعني نصيح يا سيدي مش نصيحة رأي مش رأي موقف لناس جزائريين لماذا تأخذ مترمين في السجون لماذا حقرة لأن كثير من الناس اللي داخل لا الفيس ما نحبسه وشيطنتم انتم الفيس شيطانة كبيرة كثير من الناس مرات يجادلوا وبعضهم يجادلني يقول لي انتم تدافلوا عن الفيس الذي حمل السلاح الفيس لم يحمل سلاحا اطلاقا عناصر من الفيس حملة سلاح اه صحيح لكن رسميا عبدالقادر حشاني رفض رفض حمل السلاح رفض اطلاقا ولذلك سجنوه سجنوه باش ما يبقاش صوته يدعو الى عدم حمل السلاح سجنوه في فبراير آآ آآ الف وتسعمائة واثنين 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 يعني بعد شهر من اللي يداروا النقلاب لاننا عارفين انه واحد مثل عبدالقادر حشاني رحمه الله وبعدين قتلوه في تسعة واثنين في نوفمبر تسعة واثنين وسجنوه ما بين فبراير آآ محاكمة اللي القاضي ما عندوش وينيها ضربوه ضرب قريب قتلوه من هار المحاكمة اللي القاضي اطلق صراحه في جويليا سبعة ودسعين كانوا باش يخوفوه وعند قادر حشاني قالها صراحة علي بالحاش قالها صراحة عباسي مادني قالها صراحة هذنوما القادر الثلاثة ادع الفيس قالوا باللي لا يسمعوش جناح هما قالوا نحن الجناح العسكري للجبهة الإسلامية لكن الجبهة الإسلامية اللي لم يكن لها جناح عسكري اطلاقا لكن كاي الناس كانوا في الفيس قالوا احنا جناح عسكري لكن القيادة ما اعترفتش بذلك بغض النظر باش ما ندخلوش بارك في هات التفاصيل انتوما تحلفتو انتوما مزرق جبتوه واحد الوقت وحطيتوه شخصية وطنية كان يحمل السلاح كانت لاي يس كان هو قائد لاي يس حطيتوه شخصية وطنية وراه مرتاح ولا بس عليه وعايش بينما هؤلاء ممكن واحد ولا اثنين هو ايضا حمل السلاح متى عبد قادر بن حجر وعبد قادر بن حجر هو اللي يواجه الجية لما أصبحت جية مخابرات لكن الآخرين كلهم ناس مسالمين ناس عندهم قناعاتهم مسالمين ابدوا رأيا لماذا تترمون في السجون وبدون محاكمة هل تعتقدون أن كون الناس ساكتة لأنها خايفة أو لأنها متعرفش الحقيقة أو أن هذا راح يقويكم هذا يضعفكم كعصابات وهذا يرد على كثير من الناس الآن خلاص ما عادش الناس تلقي لها بالا انت عروح للبلاد وهدر هو اللي يهدر في البلاد يدخلوا للحبس ظلماً وعدواناً كي ليس يهدر كي لي دار تعليق ما عجبهم مش دخلوا للحبس لكن أنا من هنا أقول الحقيقة هذه قضية كل جزائريين ولكن أيضاً قضية أنصار الفيس وعضاء الفيس السابقين خلوكم من هذا أنا عارف باللي الناس راح يمرت على أهوال لكن هذه العصابات راح يخافوا ما يحشموش لكن كلما تراجعتم كلما خفتم كلما سكدتم كلما يزيد التحنوكم فلازم يكون فيه شعور راح فيه نقمة شعبية عالية وكبيرة وتنتظر في من يحركها وتتحرك لازم الناس انتع الفيس أو اللي تعاطفوا معاهم أو أن يدافعوا على الأقل على هؤلاء الشيوخ الأفاضل اللي لم يقولوا شيء أنا والله لو كان شفت شيء خاطئ اللي اعترضت عليهم لكن هذا الناس قالوا أقل مما نقوله ألف مرة ورموهم في السجون هذا ظلم وعدوان ويجب الناس أن تكتب وأن تتحرك وأن تحتج وأن تتظاهر وما تبقاش تنظر باللي يقال يتحركوا ويدخلونا للأحباس هما راهم يتغذاوا من الخوف الطاغية المستبد مما يتغذى وش يخليه باقي وش يخليه مستمر في الطغيان هو خوف الناس قلناها أكثر من مرة اليوم في الجزائر كانت 42 مليون جزائري أو 41 مليون يعيشون في الجزائر لو افترضنا لو افترضنا أن المليون مسلح درك وشرطة وجيش ومخابرات لو افترضنا أنهم كلهم على الجنرالات وطبعا هذا ليس صحيح فإنه يبقى هناك 40 مليون جزائري آخر نحوا منهم الأطفال والكبار يبقوا 20 مليون جزائري آخر أقل شي الناس تفعل حتى الأدنى وما يبقاش الناس تتصرفوا كأنهم دجاج ما عني نأكد لكم لو كانوا تحشروا الدجاج في زاوية وما تعطوهمش الأكل ينتفضوا عليك الدجاج الدجاج ينتفض أي حيوان ينتفض عندما يشعر بالقهر وبالجوع فلازم الناس شوية يابد منكسر القيود راح كثير من القيود راح هنا واللي نأكدها لكم وراح كاين كثير يتواصلوا معايا في الدرك في الشرطة في الجيش في مناصب مختلفة تواصلوا معايا وتواصلوا مع ناس قراب مني راح كاين غضب رهيب رهيب وكثيرين منهم قول لكم ننتظروا فقط شرارة تحرك فيها الشعب باش نطحوا بهذه العصابات الإجرامية اللي راهي تتجاوز كل منطق تتجاوز كل حد تفعل ما تشاء تقهر كما تشاء تنهب كما تشاء إلى متى هذا الخضوع هذا الظل إلى متى سيتعمق سيزيد فطورة الخضوع أكبر بكثير من فطورة المواجهة نحن نقول مواجهة سلمية ترجمة نانسي قنقر